وحلز منا رامي محمد اللي موجود في مدينة الشروط تفضل يا رامي صباح الخير أحمد صباح الخير على كل متابعين متابعي صباح الخير مصر من مدينة الشروط تحديدا من واحد من أهم المشاريع السكنية الفاخرة هنا وهو مشروع جنة اللي بيحتوي على 49 عمارة وبأكثر من 1100 وحدة سكنية بمرافق وخدمات كاملة للاستلام من قبل سواء الشباب أو قبل الحاجزين من المواطنين المصريين سكن فاخر بمعنى الكلمة خلينا اقترب أكثر من الخدمات والمرافق المقدمة ومعدلات التنفيذ وكمان مساحات الوحدات من خلال ترحيب بضيفي الكريم المهندس علي سعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروط مرحب بك يا فندم معنا بصباح الخير يا مصر وفي البداية خلينا نتكلم عن 49 عمارة وبأكثر من 1100 وحدة سكنية كلمنا عن المساحات المختلفة ومعدلات التنفيذ في البداية حابب أرحب بكم في مدينة الشروط وبالتلفزيون المصري عندنا هنا في المدينة بالنسبة للمشروع جلنا اللي احنا فيه هو أحد محاور الإسكان اللي موجودة في مدينة الشروط مشروع جلنا عندنا بالفعل عدد وحدات 1176 وحدة احنا بالفعل نفذناهم كلهم زي ما حدك شايف ودلوقتي احنا في مراحل التسليم الابتدائي لمجموعة العمارات بالكامل يعني نقدر نقول ان بالنسبة للعمارات نسبة الإنجاز تقريبا 100% نقص لنا بس ملاحظات محاضر الاستلام ونستلم المشروع كله بالكامل بالنسبة لتنسيق الموقع وأعمال اللاندسكيب والطرق والمرافق والكهرباء ده احنا وصلنا فيها النسب متقدمة جدا وصلنا لحوالي 97% يعني ان شاء الله أسابيع ونكون خلصنا تنسيق الموقع بالنسبة للعملية بالكامل ونبدأ ان شاء الله نسلم للسكان زي ما حدلك شايف لو الكاميرا تجولت في المشروع احنا رأينا العنصر الجمالي في المشروع بشكل خلى المشروع مميز وجميل نفذنا عناصر مائية مختلفة داخل المشروع منها حمام السباحة اللي في الخلفية وده يعتبر من اكبر حمامات السباحة الموجودة في المشاريع الجنة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاضافة الى مجموعة عناصر مائية اخرى موجودة برضو في المشروع رأينا اللاند سكيب وتنسيق الموقع والزراعة يعني عملناها بشكل وتنسيق جمالي بالتنسيق مع اقدارة التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحيث ان يطلع المشروع بشكل جمالي يرضي حاجز مشروع جنة في المدينة بالنسبة للمساحات بتاعت الوحدات انا عندي هنا المشروع فيه عدة نمازج ومساحات مختلفة بتبدأ من مساحة 100 متر وبتصل الى مساحة حوالي 150 متر على حسب بقى احتياج كل حاجز او ساكن اللي محتاج المساحة الكبيرة موجود اللي محتاج المساحة الصغيرة موجود والحمد لله احنا رأينا في التنفيذ بالنسبة لعمرات كلها ان احنا ننفذ نستخدم الخامات صفات بحيث ان المشروع كله ككل يطلع بالصورة المبهرة والجميلة اللي موجود عليها المشروع هنا زي ما حضراتكم شايفين وزي الكاميرا ما هي جايبة احنا بنتكلم عن مشروع جنة برضو مشروع ساكن مصر مهم جدا اكتر من 105 عمارة بنتكلم عن وحدات بتتجاوز 2000 وحدة مساحات مختلفة وكمان لفئات اخرى من المواطنين سواء للحاجزي سواء مشروع جنة او ساكن مصر كلمنا عن الخدمات المتوفرة وكمان الوحدات السكنية في ساكن مصر بالنسبة للمشروع ساكن مصر هو بالفعل عدد عماراته حوالي 105 دول المتنفذين بالفعل او جاري التنفيذ في بعض منهم بعدد اجمالي وحدات حوالي 2540 وحدة برضو نسب الانجاز هناك يعني وصلت لمراحل متقدمة جدا وهنبدأ نسلم فيها سكان ان شاء الله قريبا اسابيع ونكون بنسلم فيها سكان بالنسبة للخدمات سواء لمشروع ساكن مصر او لجنة احنا عندنا هنا مشروع جنة في مركز خدمات المدينة قريب جدا من جميع الخدمات سواء الرياضية او التجارية كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الساكن موجودة حواليه بالاضافة الى الخدمات الاساسية اللي موجودة جواة كومباوند من سوق تجاري او مسجد بالنسبة للمشروع ساكن مصر الخدماته برضو كلها موجودة ومتنفذة بالفعل مش ناقص اي خدمة من الخدمات عندنا اتنين سوق تجاري عندنا اتنين ملعب سلاسي عندنا اتنين حضانة عندنا اتنين وحدة صحية عندنا مدرسة تعليم اساسي كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الساكن عشان يقيم ويقعد في مشروع مرتاح وكل خدماته حواليه موجودة بالفعل وقائمة بالفعل وبتعمل بالفعل فيعني بنتمنى ان احنا في الاخر نحنا ننال رضا الساكن والحاجز في مدينة الشروق ونتمنى بس ان احنا ننال رضاهم ان شاء الله المهندس علي ساعد نائب رئيس جهاز مدينة الشروق شكرا يا فنديم اتوجد معنا لا عفو يا فنديم شرفتونا ونورتو المدينة شكرا يا فنديم ويمكن كما تبعنا بهذه الخدمات والمرافق الموجودة سواء في مشروع جنة او مشروع ساكن مصر ايضا تطيح لكل سكان المناطق المجورة خدمات اعلى وخدمات متوفرة ومرافق كمان شبكة من الطرق التي تساعد هذه المنطقة على الكثير والكثير من الامور الحياتية لمساعدة سكانها مش بس كمان قاطنين هذه المناطق الجديدة او المشاريع الجديدة عودة لكم رامي اكيد يا رامي هي حياة كريمة بالتأكيد لكل المواطنين اللي موجودين في مدينة الشروق شكرا يا رامي محمد من مدينة الشروق والضيفك الكريم والشكر ايضا موصول لزميلنا محمد رفعت مراسل سوهج